اشتركوا في القناة فلو عرفنا الرشوة يقول أنها ما يقدم من مال أو غيره إلى من بأيديهم مصالح الناس بغية إبطال حق أحد أو الحصول على ما ليس للرشين بحق يعني على سبيل المثال أن ندفع قسم من المال أن ندفع مالا كان ماديا أو نقدا إلى شخص أو موظف لأخذ وظيفة أو لأخذ حق أحد من الناس وهو بالأصل ليس حقا لي أو أقدم دوري أو إلى آخره إذن وللأسف هذا مرض يعني منتشر بشكل كبير في مجتمعاتنا للأسف إذن ورضوا الرشوة تقديموا مال أو أي شيء لمن بيده مصالح الناس من أجل تقديمه أو سلب حق لأحد إذن أنها ما يقدم من مال أو غيره إلى من بأيديهم مصالح الناس بغية إبطال حق أو الحصول على ما ليس للرشين بحق تفضل يا عامر اقرأ لنا ما هو تعريف الرشوة إنها ما يقدم من مال أو غيره إلى من بأيديهم مصالح الناس بغية إبطال الحق أحد أو الحصول على ما ليس للرشين بحق تمام إذن يقدم من مال أو غيره إلى من بأيديهم يعني قد يعطيه زيت قد يعطيه أي مادة أخرى في مقابل أن يقدم له دوره أو يضعه مكان أحد من الناس فيسبب حق الآخرين ما هو حكم الرشوة؟ الهدف أن نستخرج حكم الرشوة من الحديث حكم الرشوة هل يحل طلب الرشوة أو بذلها أو قبولها؟ هل يحل؟ هل يحل لأحد أن يكون وسيطا بين الراشي والمرتشي؟ لقد عد الإسلام الرشوة من كبائر الذنوب وتوعد مرتكبها بأشد العقاب قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما يعني الذي يمشي بينهما يعني يدفع يكون وسيطا فيقول له أنا أدلك على من يعطيك أو يوصلك إلى الوظيفة الفلانية فيقول له تكلف كذا من المال فيعطيه مالا ثم يعني يتوسط بين الراشي فالحديث واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله لعن دخل في تحت يعني معنى لعن واللعن يعني هو الطرد من رحمة الله عز وجل لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما هل يغير من حكم الرشوة تفنم بعض الناس في تسميتها بغير يعني بغير اسمها يعني بعض الناس يقول لك هذه ليست رشوة يعني هي شطارة أو الآخر إكرامية أو إلى آخر من الكلمات إن تغيير اسمها لا يخرجها عن حكمها فهي حرام مهما اختلفت مسمياتها وسواء سميت رشوة أم هدية أم إكرامية أم أتعاب أم عمولة كل ذلك يدخل في تحت مسمى الرشوة وهو حرام إذن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما وتغيير اسمها لا يغير من حكمها فهي حرام طيب تفضل يا وفاء سباغ اقرأ يا وفاء حكم الرشوة هل يحل طلب الرشوة أو بذلها أو قبولها هل يحل لأحد أن يكون وسيطا بين الراشي والمرتشي لقد عدى الإسلام الرشوة من كبائر الذنوب وتوعد مرتكبها بأشد العقاب قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بهما هل يغير من حكم الرشوة تفنن بعض الناس في تسميتها بغير اسم أن تغير اسمها لا يخرجها عن حكمها فهي حرام مهما اختلفت مسمياتها سواء سمية رشوة أو هدية أو إكرامية أو إتعابا على عمولة أحسنتي بارك الله بك يا وفاء إذن حكم الرشوة يعني بمختصر الكلام هي حرام مهما اختلفت مسمياتها ومهما غيروا في أوصافها